اهلا بحضراتكم مرة تانية مطشق كان صعب وعصيب جدا مبارح مباراة مصر والسنغال مباراة الزهاب اللي كانت عسد القاهرة كسبنا 1-0 وانا شايف في الحقيقة مش انا بس كمان ناس كتير جدا اكيد شايفين ان دي نتيجة جيدة نوعا ما احسن من 0-0 واحسن من 1-1 واحسن من 2-1 ليك ان ييجي في الجون ده كان موضوع يبقى صعب وده اللي كان بيشتغل عليه بشكل كبير جدا جدا منتخب السنغال مبارح هم كل اللي كانوا عايزينهم حتى لو كان ييجي فيهم الجون التاني بالصمم كانوا عايزين يجيبوا جون لان الجون بجونين تمام برا أرضك جون بجونين فبالتالي تبقى الأفضلية لك في مباراة الاياب حتى لو خسران 2-1 كمنتخب سنغالي تجيب جون واحد تكسب دلوقتي الوضع ايه هم عايزين جونين عشان يكسبوا جون واحد يبقى فيه تعادل اكسترا تايم ضربات جزاء وليه لا ما نخطفش إحنا الجون هناك ونشتغل على كده هل نقدر نقدر هتقول لي يا عم ده منتخب السنغال مبارح كان مقطعنا بصراحة كانوا مقطعنا بصراحة منتخب أوروبي جوه أفريقيا منتخب مش بس ساديو مانيه بقى لأ ده كل العناصر اللي فيه حارس المرمى ادوارد مندي احسن حارس في العالم خط الدفاع كاليدو كلبالي الرجل اللي جنبه واللي حتى اللي نزل كمان بعد إصابة اللاعب اللي كان بجوار كاليدو كلبالي مش متذكر اسمه دي اللي أعتقد كل لعيبة كل لعيبة منتخب قوي جدا فبالتالي كون ان انت قدرت ان انت تحقق نتيجة زي دي بالظروف دي بالضغط اللي كان على اللعيبة بتواجده الجمهور بكل هذه الأمور فانت بالتالي قدرت ان انت تقطع شوط نوعا ما جيد أنا بس مستغرب من حاجة مستغرب من حاجة الناس اللي بتنتقد الجهاز الفني والمنتخب هال يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم ده توقيت انتقاد وأنا هنا بتكلم على بالتحديد بعض الجماهير طبعا نحن نفسنا المنتخب يبقى أفضل والأداء يبقى أحسن بس أنا فرحتي لو الأداء كويس وخرجت من تصويات ما روحتش كاس علم هعمل ايه هاعد أقول يا جماعة المنتخب اللي لعبت بأداء كويس طب وبعدين ايه ايه نتائجك ايه عملت ايه روحت كاس علم لا ولا يفرق معنا الأداء يغور الأداء يغور الأداء مش مهم حلو الأهم ايه ان انا أوصل لكاس العالم لمرة تانية على التوالي والربعة في تاريخ مصر تلعب بقى حلو تلعب وحش المهم الناتج يوصلني فأنا بصراحة مش فرق معايا خالص الأداء امبارح أو طبع الأداء ما كانش حلو لابنا تلت ساعة مثلا كانت كويسة حاولنا فيها في آخر المطش كرة كرتين كرة بتاعة مرموش دي وكان دهال صلاح كانت خلصت كرة تانية مثلا اللي كان فيها دربكة في جوم عن طريق الجزاء ما كانش فيها توفيق حاجات ورد في الكرة لكن كل اللي نقدر نقول والأهم بالنسبة لنا ان الحمد لله ما جاش فينا جون من المنتخب اللي بمقاومات دي وبالقدرات دي وبالإمكانيات دي الراجل ساديو مانين بارح بياخدوا الكرة تحس انه بيعدي لوحده ليه ليه هو امكانياته عالية هل ده تقليل مثلا من عمر جابر لا خالص عمر عمل مباراة كويسة يعني عمر مباراة عمر جابر بصراحة عمل مباراة جيدة لكن الجانب الدفاعي بالتحديد مع لعيب زي ساديو مانينة مانينة كان تقيل عليه شوية مش تقليل من عمر جابر بس هي امكانيات قدرات عمر لعيب بخبرات ممتازة كده بكتير وامباراة حمل مطش حلو تمام لكن مثلا تخيل ان الناس بتحاول تقول لك اصل فرق امكانيات كبير جدا ما بين سنغال ومصر وكلام من ده اص امباراة فرق امكانيات كان واضح انه تصليح لكن ده مش معلن احنا عندناش امكانيات لا احنا عندنا امكانيات كويسة وعندنا في نفس الوقت ظروف عطلتنا شوية ان احنا نبرز هذه الامكانيات زي مثلا اكرم توفيق لو موجود مع ساديو مانيين برح واحد يوقف على طول المانيين ما فيش زار فاول المطش يهدوا يهمدوا بلغة الكور لو احمد فتحي مثلا في عزه يهمد عشر ساديو مانيين برده فمش موضوع ان هم الناس دول افضل مننا وعلى مدار التاريخ دايما احنا المنتخب امكانياتنا قل لا لا طبعا شوفنا جيل زهبي عظيم مع الكابتل حسن شحاته كنا بنكسب كل الناس اي حد قدامنا بيعدي كده بيخسر ويروح لكن هي بتبقى ظروف مرحلة